طيب ليه كولر عمل تدريب في الصباح زي ما قال توفيق بيبقى الرجل حريص دايما يطلع الفريق من أجوال احتفلية ويركزه في التدريبات ولكن في نفس الوقت برضو كولر كان زعلان متدايق ماتش الحرس كان عايز يكسبه عايز يوصل لتسعين نقطة يعمل رقم قياسه وعدد نقاط ماتحقاش في الدورة قبل كده فكان زعلان إن ما كانش فيه تركيز كان فيه يدار للفرص العديدة في مباراة حرس الحدود وبالتالي أنا شايف ده شيء إيجابي من مدير الفني دايما عايز يخلق دوافع كثيرة عند اللاعبين وعند الفريق في كل المناسبات وده شيء رائع جدا عشان المرحلة اللي جاية ولكن إيه اللي مزع على الكولر بقى في الفترة اللي جاية أولا عندنا مباراة بيرامدز بقر يوم 23 سبعة ثم مباراة المصري يوم 26 سبعة والدوري بشكل رسمي ينتهي على خير في مباراة للأهلي متأجلين في الكاس مباراة الداخلية يوم 37 وفي حال الفوز إن شاء الله مواجهة المصري أيضا يوم 38 لأن المصري كان كسب وتأهل لدور الثمانية ساعتها بقى الفائز والمتأهل هيلعب انبي في نصف النهائي وفي مواجهة أخرى بين الزمالك وبرامدز اتأجلت عشان الزمالك عنده بطولة عربية فبالتالي نصف نهائي ونهائي الكاس مترحل للمسم الجديد بسبب مشاركة الزمالك في البطولة العربية الراجل عايز ادي أجازة ولكن مش عارف ادي أجازة من إمتى فخايف يجي مثلا لغاية يوم 38 وبيلعب المصري في الكاس ويكسب إن شاء الله ويبقى ساعتها يقدر يدي أجازة بس برضو همش عارف ادي أجازة لإمتى ما هي الفكرة بالنسباله يدي أجازة من نصف سبعة بعد مباراة الزمالك لغاية أول 8 أو 5-8 ويبدأ يستعد للمسم الجديد لأنه في كاس سوبر فأول 9 ما برضو كاس السوبر الإفريقي لسه مش فأول 9 المعادة الرسمي لسه مش محدد لغاية الآن 1-9 ده كان معادة طرح في اللجنة التنفيذية ولم يتم اعتماده كمان الراجل خلاص عارف إن فيه مطشط كاس مصر وكان عارف إن فيه طلب للتأجيل لمطشط الكاس بسبب إن الداخلية بعد فتح باب القيد بعد يوم 26 سبعة مش هيبه عنده سكواد يقدر يلاعب بالأهلي فكان الداخلية طلب التأجيل والأهلي على هذا الأساس لما الداخلية طلب التأجيل الأهلي وافي ما عندوش مشكلة إن الداخلية يطلب التأجيل لكن الطلب الرسمي جي من نادي الداخلية فالأهلي ما كانش عنده مانع لو الاتحاد مش شايف فيه مشكلة في التأجيل فالأهلي موافع على التأجيل ولكن لغاية اللحظة اتحاد القرى ما حسامش أمره وأخطر الداخلية رسميا إن التأجيل مرفوض وإن المطشط في معادها فالراجل بالتالي بيشتغل على أساس إن لسه فيه مطشط في الكاس يوم 37 طيب لعب الكاس وجي إدراحة من يوم 3-8 هيدي راحة لإمتى لأنه لسه مش عارف الموسم الجديد سواء للدور العام أو الموسم الإفريخي هيبدأ إمتى الدور العام كان فيه كلام إنه هيتلعب في منتصف 9 ولكن فيه كلام جديد طلع إنه لا روي في توريا عايز الدوري يبدأ قبل يوم 7-9 ليه يا سيدي قالك أصلنا الأجندة عندي من 7-12-9 فلازم الفرق تلعب على أقل إسبوع أو 2 قبل ما يبدأ معسكر منتخب مصر في شهر 9 وبالتالي معنا كده إن فيه بداية مباراة الدوري 1-9 فأنا لو أديت أجازة من 3-8 عشان أستعد للموسم الجديد في أول إسبوع في 9 فهنا الأجازة أكيد مش هتوصل لـ 21 يوم لأنه لو أديت أجازة 20-21 يوم هرجع يبقى قدام إسبوع على بداية الدوري الجديد طيب ده الكلام بالنسبة للدوري طيب لو الكلام ده ما حصلش والدور هيبدأ نص 9 برضو الرجل متخوف مش عارف الصبر الإفريقي إمتى وعلى هذا الأساس بيستنى يشوف موقف الصبر الإفريقي عشان لو الصبر الإفريقي في أول إسبوع في 9 قبل بداية الأجندة الدولية يبقى بالتالي الأجازة بتاعته مش هتبقى بالمدة الطويلة اللي عايز يديها للعيب لأنه كلها عايز يعمل حاجة مهمة قوي يدي أجازة بشكل مباشر للعيبة إسبوعين 3 أسابيع عشان اللعيب يفصل تماماً على الكورة بيبقاش مستني رسالة جيله على واتسة أبي يقول له أنت أسبوعين وراجع أنت أجازة عشرة أيام وراجع لا يبقى محدد المدة أنت أجازة لفترة كذا وخلاص لكن فكرة أنه هو مستني يدي قرار على قرارات اتحاد القرى أو الاتحاد الإفريقي دي عملاله أزمة لأنه الراجل عايز يحدد خريطة الموسم اللي جاي طيب دي بالنسبة لجزئية كولر مطشي بنامز زي مطشي الحراء زي مطشي الزمالك الراجل عايز يخش بالسكواد الكامل بيستعد أكيد لمطشات الكاس فيعمل تدوير في شكل التشكيل ممكن لعبة لعبة مطش الحراء ستريح ما تبدأش في مطش بيرامز ده هنشوفه في مباراة تبكرة وكولر بيفكر بكده طالما مطشات الكاس في معدها يبدأ يتعامل بالشكل ده طيب